كان فيه مؤامرة اليهود عاملينها عشان يقتلوا المسيح له المجد هنا السؤال اليهود ليه كانوا عايزين يقتلوا المسيح له المجد اليهود فكروا يقتلوا المسيح له المجد ايه الشر او الاساء او الغلط اللي عملوا عشان يقتلوا دي بيين ان فيه ناس قلوبها حقدة جدا هم يقولوا عشان عمل شر ده هو وقف له المجد بنفسه متحدي إياهم وقالوا من منكم يبكتني على خطيئة خطيئة واحدة من منكم يبكتني على خطيئة حفش قدي الكل الغيرة الغيرة مرة جدا جدا لما إنسان يشوف إنسان ناجح يغير منه يبقى مش طيقه وعملك إيه ديئك الغيرة الغيرة ما يعني هو تم تدور عن نفسك مش ما يعني أنت تم تدور عن نفسك بدل ما تبقى حاقد على اللي ربنا يدره نعمة وناجح تم تدور إزاي أنت تنجح أنت كمان إزاي أنت ترد ربنا خلينا إيجابيين لكن فيه ناس متحاولش تلوم نفسها أبدا دائما متعمعمة إسقاط لأن جواهم شر مش جواهم حب ولا تضع قلب جواهم شر وزات عالية عندهم الضخمة فلا يقبلوا الملامة أو التوجيء أو التوبيق يقبلوا بس أنهم يلوموا غيرهم باستمرار ويحكدوا عليه وصل حقدهم على المسئلة والمجم مش هما لموه إنه شفاء يدي اليابيسة وشفاء الإنسان المفلوك بأكمله زمالهم في الصحة اللي فات شفاء عمل خير بيحكدوا عشان الناس التفتل انظروا كيف أن العالم كله ذهب وراءه ده السر ده السر انظروا كيف أن العالم كله ذهب وراءه طيب ما ذهب وراءه بكلامه مش الحلو اللي محدش يعرف يقوله غيره إن هو الله هو الله اللي يقول الكلام اللي ما يترجعش اليهود كانت الغيرة القاتلة من المسئلة والمجد لنجاحه المبهر في التعليم وفي الكرازة والخدمة وتلفافي الناس حواليه خلاهم يوصلوا بهم التفكير نخلص منه طيب نخلص منه زي ما مش هقدروا يعملوا زيه ولا ربط ولا عشره طيب ما ده مش هقدروا يعملوا هما يؤدي يخلصوا منه وهكذا نحرص جدا من الغيرة والتحذب والحقد لازم نحرص أن قلوبنا تبقى دايما نقية ونظيفة وفيها حب حقيقي لكل الناس لكن مش معنا كده لما حد يتعوج أو يسترف غلط نسيبه ويعمل الغلط بنعمل له عملية ايه استوب المساهلة بعد الألان نخطأ لك أخوك يعني هو الغلطان يعمل إيه اذهب إليه وعاده طيب هو الغلطان في حقيق أيوة يقول لي كي تربح أخوك يعني إيه أربح أخويا يعني عشان ما خلوه أسيبهوش يتمدى في إيه في غلطه مش أربحه يعني لي أنا لا أربحه للمسيح عشان ما يتمداش في غلطه سمع منك خلاص ما سمعش يخد له واحد واثنين من المؤمنين عشان برضو خايفين على أبديته ما سمعش يخد له إيه الكنيسة لها الكاهن عشان يعزه ونبهه ويبكر تضميه عشان يقرب من ربنا وما يتمداش في شره ما سمعش من الكنيسة فليكن عندك الإيه كالوث من العشر خلاص سبت من نبل خلاص